فاصل برضو يا محمد في حاجة أنا شايفها غاية في الأهمية حابب نتناقش فيها مع بعض وهي بخصوص بيرسي تاو بيرسي تاو لعب بمميزات موجودة ومميزات كبيرة وكواليتي عالي فيه اختلاف على كده لا إطلاقا لكن في كل الأحوال وارد جدا أن يكون في بعض الفترات لعب يمر بفترة فيها سوق التوفيق ومستوى يكون قليل شوية هنا محتاج إيه اللعب ده محتاج إيه مساندة محتاج دعم واثقة ويأخذ مساحة ماتشاط كمان وماتشاط كتير وده اللي عمله مساماني في الماتش اللي فات سابط 90 دقيقة في الملعب بالضبط ده مهمة قوي كانش موفق في ضرب الجزاء ضيحة لكن في نفس الوقت أنت لما تيجي تركز أو تتكلم على لعب شوف الأول الكواليتي بتاعه شوف الأساس عنده إيه لعيب كويس أو لا لعيب كبير أو لا هو لعيب كبير لكن هو مش موفق الفترة الحالية مع بداية مشواره مع النادي الأهلي كان موفق جدا وكان ماشي بشكل كويس وكان هدف الدوري بفترة من الفترات فبالتالي بيرسي تاو لعيب كبير ومهم محتاج دعم ومساندة من كل جمهير النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية لأن احنا محتاجينه جدا ومحتاجين لكل واحد موجود في قائمة الأهلي المميزة هذا الموسم في كل البطولات والمباريات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي في دي جزئية برضو مهمة أكيد 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 بيرسي تاو من اللاعبة المهمة يا جماعة ولعب مهاري طبعا ومهم جدا لما تتعامل مع العيب عندك خاصة لما يكون لعيب أجنابي مش لعيب محل في مصر لازم تعرف الحالة النفسية بتاعته لازم تعرف إمكانياته قدراته بيتسو موسيماني أكتر واحد يعرف إمتى يستفيد ببيرسي تاو وإمتى يرجع بيرسي تاو بتاع زمان بيرسي تاو يا جماعة يعني مش هرجع زمان قوي افتكروا مباراة مصر جنوب أفريقيا 2019 اللي جنوب أفريقيا تسببت فيها خروج منتخب مصر من كأس الأمم اللي نظمناها على مدور 16 مصر ما كانتش بتلاعب إلا بيرسي تاو ترجعوا المطشة 2019 دي إمكانيات اللاعب فهو مش محل تقييم أساسا ولا محل اللي انت تدراتي تقول بيرسي تاو ولعب يفيد الأهلي ولا مش هيفيد الأهلي لا هو لعب هيفيد الأهلي بس في نفس الوقت في الفترة الحالية مستوى مش بنفس الدرجة اللي كان عليها قبل كده فالمدير الفني عارف إمتى يدينه مطشات كتير عشان يرجعوا المستوى اللي موجود قبل كده عموما